السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتي تمنى تكونوا باخر وعلى خير وبصحة جيدة الوصفة ديال اليوم جبتها النزول عن طلب بزاف ديال المتتبعات نتمنى انهم يشوفوا هاد الفيديو وتعجبهم هاد الوصفة هاد الوصفة هي وصفة طبيعية لتبيض المناطق الحساسة وازالة الرائحة الكاريه هاد الوصفة بمكونات بسيطة وتقدر تكون في كل منزل وحتى الطريقة ديالها سهلة وفقتها شو نصيبوها ما غديش نحطها في ضبها في التلاجة نحطها غير في الحمام ونديروها يوميا رها كتبيضنا المناطق الحساسة وكتحيل لنا الرائحة الكاريه وتقدر تديرها حتى العروس في تلك الفترة اللي كتكون كتوجد فيها العرس ديالها من قبل ما نديرو هاد الوصفات او الوصفات الطبيعية لتبيض المناطق الحساسة الى كنا من قبل كنمشيوا على بعض الخطوات اللي هي النظافة النظافة يعني ماشي نظافة عادية فوقاش نبغي نغسل المناطق الحساسة غدي نستعمل شوية المسخون وندير فيه الملحة غدي نغسل بالصابون العادي اللي يكون صابون بدور رائحة بحال ديال المنجل والذيال الكف والذيال بتوس وغادي ندير الملحة في الماء السخون وغادي هاك نغسل بهذاك بهذاك الماء والملحة فوقاش نغسل دائما ننشف المناطق اللي غسلت ننشفها مزيان 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 فوقاش ننشفها تكون فوقاش خصيصا لمناطق الحساسة يعني ما ننغسل منسحش بها مناطق اخرى ونكون تا هيك ننظفها مزيان ومن بعد ما ننشف مزيان ندهن بزيت زيتون خصوصا في الوقت ديال العادة الشهرية والفوطة الصحية غادي نبدلها ثلاثة احتربعة ديال الخطرات في اليوم اما بالنسبة لهذا الوصفة من بين المكونات ديالها هو الفازلين ولكن هاد الفازلين بالضبط الفازلين طيبي اللي كان شروه من الصيدليات او من شبه الصيدلية هاد الفازلين كما نقول لكم دائما راه كيطلع ارخص من الفازلين الاخر العادي اللي كيكون ملون ومنكه بمعطر يعني اما بالحامض واما بالورد هاد كله هاد الفازلين اللي كيكون هكذا كان شروف هاد القريعات وكان شروفه بتاعمال غالي راه نقدر نديروه ولكن غير رجلين ديالنا غير الاقدم ديالنا فقط اما المناطق الحساسة من ديروش لهاد الفازلين نهائيا غدي قدر يصيبها لك بالتهابات واللي تكون تكون النتيجة عكسية بالنسبة لهذا الوصفة كيفما قدلكم من ديرو هاد الفازلين الشفاف الابيض دي هذا ديال الصيدليات كما نقول لكم دائما ركس قدري تشري من برافارماسي غير خمسة دراهم ولا عشرة دراهم دير هاد الفازلين ماشي ضروري تشري هاد الكمية كاملة ديال ملاعق كبار ديال هاد الفازلين طيبي وهاد الفازلين را عندو بزاف ديال يعني كندروا بزاف ديال وصفات وما كيخسر عادي نشريه ونحطوه عند نفض من بعد غادي نزيد زيت اللوز الحلو واحد ملعقة صغيرة فقط ديت زيت اللوز الحلو لان انا غادي نضيف زيوت اخرى درت غير ملعقة صغيرة وغادي نخلطها مزيان هاد زيت اللوز الحلو انا مصايبها في المنزيل وحتى راكيت باع كيفما كنقول لكم دائما على حسابيات الشركات اللي كيصايبوا هاد زيوت كي تراوح ثمان ديالها ما بين 13 حتى العشرين درهم تقريب ان تكونوا بحل بحل الاختلاف غير في القارورات غير في الومبالاج فقط من بعد ما خلط ضروري فوقتش ما زدتش مكون اخر نخلط مزيان باش كون عدي الوصفة مخلطة مزيان هادين نضيف زيت الورد زيت الورد حتى وراء زيت مبيض بزاف ومو نعيش للبشرة يعني كيلطفنا البشرة ديالنا حتى وز منه غير ملعقة صغيرة وخلطت هكذا مزيان علش ما نكنضيف مكونات كاملين وحتى الاخر ونخلط لانا الوصفة ما غديش تخلط لي مزيان فاش كنخلطو اللون كيتغير كيو اللي اللون ابيض اللون ديال الفازلين كيبدا غادي وكينصاح كيو اللي ابيض اكتر غدي نضيف زيت ارقان ديال تجميل حتى هو غنضيف منه ملعقة صغيرة حتى نضيف زيت ارقان ديال تجميل ماشي ديال الاكل يعني تكون اختلاف ما بين الطريقة اللي كان نديرو بها الزيت ارقان في الطريقة اللي كان نستعملو للوزة ديال زيت ارقان من بعد غادي نضيف جوج ديال الملاعق صغيرة او ملعقة كبيرة ديال زيت الكوك او زيت جوز الهند وغادي نخلط مزيان ديال لون غادي وكي كيبياض اكتر ديال هاد الوصفة وحتى كتتطلاق ما كتبقاش نقدر نزيد حتى الزيت سيم سيم ولا زيت الزيتون زيت الزيتون حتى هو جد ما بيض كيف ما قلت لكم إلا كنتو كتديرون غير هو هدي تستغنوا على هاد الواصفات مهائيا غير هو كيبغي أنك تبقي تديري دائما يعني مش غادي الوصفة باش غادي تبيض لك في يومين إلى ثلاثة أيام ولا حتى أسبوع لا زيت الزيتون خاسك تبقي تولي عندك روتين تولي تديري واحد القراءة صغيرة وديرها في الحمام وتبقي دائما تستعملي هاد الوصفة راه ها زوينة بزاف غير ننظفو كيف ما قلت لكم بالصابون ونضيرو شوية الملح في الماء ونشلو به وننشفو المناتق الحساسة مزيان مزيان ما نخليوش الأطر مش بشي توبة إما بالقطن وإما بالفوطة ومن بعد نديرو هاد هاد الوصفة أرى هاكا تبقى المنطقة أشغادين نقول لكم كاتحية الدكنية كاملة والنصيحة الأخرى هي أننا ما نلبسوش ملابس داخلية ما كونا من شي حاجة من غير القطن دائما الملابس الداخلية تكون قطنية ومن الأحسن أننا تكون حتى واسعة ما تكونش ضيقة الملابس ما تكونش عندنا ضيقة ولي كي لبسوش جينس راول ديال جينو يحاولوا ما أمكان دائما الفخاد ديالهم يدهنوهم بزيت الزيتون باش ما يكونش الاحتكاك ما بين الفخاد هو اللي كي يدير داك ديك الكحولية لك تكون ما بين الفخاد أما دا بغل نعطيكم واحد واحد الخدعة يعني بحل الفون دوتا كنستعملوه بالفازين ولا بشي كريم هاكدا يضغطو شي كريم مراطب أنا غادي نستعمل نيفيا ندير ملعقة صغيرة وغادي نستعمل واحد الملوين أبيض اللي كنشريه من عند باقي لوازم الحلويات هو ملوين أبيض ديال الحلويات كيتبع هادي كيتبع بخمسة ديال الدرهم را مكتوبة فيها ملوين أبيض خمسة ديال الدرهم غادي نديرو واحد الوصفاء بحل الشكل ديال الفون دوتا يعني مبيضة غادي نديروها في المناطق الحساسة وفي الإبطة ديالنا أنا هنا درت غير راس ديال ملعقة ولكن غادي نزيد بشوية بشوية حتى في الأخير غادي ندير تقريبا ملعقة ديال هاد المبيض ديال هاد الملوين الأبيض علش كنديرو هاد الوصفة هاد الوصفة كنديروها مثلا بالنسبة للبنت إلا كانت جاها الزواج أو جاها العرس ديالها فجأة وعندها مناطق الحساسة السوداء ومعندهاش الوقت باش أنها تقدير في الوصفات واللي تدير الكريمة حتى تبيض والإبطة ديالها كذلك المرافق واللي تديرها لا عرس لا والو ولا يديها المرافق الركابية على المناطق اللي عندنا كيكون فيها الدكونية كتكون فيها التصبغات من بعد ما خلطت مزيان تقريبا ملعقة ديال ملوين الأبيض كيتباع عند البائع لوزم الحلويات وملعقة ديال اي كريمة شوفوا الفرق فاش غادي ندير فيه غادي نديرها هكذا في أي منطقة في الابطة مناطق الحساسة بالفخار الجسم ديالي كله ادير كبية مرافق في أي منطقة هو الكريمة ادغطة ولا البازلية كتشربوا البشرة ديالنا يعني فاش غادي نديرها هاد الكريمة هاد الوصفة غادي تشرب كامل في البشرة ديالي وغادي تبقى تباين غير البيوضية فقط غادي نكمل دابا باش نوريكم كيفاش غادي تباين نهائيا كيفاش في النهاية هكذا ندير حركات دائرية حتى كتدخول ديك الكريمة ولا هاد الوصفة كاملة في البشرة ديالي را ما كتبقاش تباين نهائيا كتولي غير تباين البشرة ديالك بيضة فقط شوفوا الفرق ما بين الديب جوج كتباين البشرة ديالك يعني كتخبيلك الدكونية كاملة شفتو هادي تقولوا بان نهارها بيضة نيت الدكونية اللي كتكون قاصحة بحل ديال ماطق الحساسة ولا ديال الابد ما كتكون قاصحة بزفرة كتتخبب هدا ماشي كيبيض وانما غير كيخبي نتمنى ان هاد الوصفة تبجوجي اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة